ممكن تطرحين السؤال أنت بالنسبة لي يعني سفارك وكوني عائلتك الأسودية قالوا لك أنه أنت في حرب كونية قتلت كطفلة؟ أيوة أنه كان في حرب وأنا قتلت فيها كطفلة وبعدها تركت الكوكب نفسه فسؤالي هل ننزل على الأرض تكون أسقطنا أو هل فيه اختيار نختار أننا نذهب على الأرض؟ أنا بالنسبة لي لكي أناقش هذا الموضوع وناقشه ببطء وهذا الموضوع حقيقة يعني ألف فيديو أكثر من ألف فيديو هنناقش لأن هندخل بالاختيار ومش الاختيار ومجبور ومش مجبور أريد أيضا أن أشارككي أنا تجربتي لأن التجارب هذه يعني وجودنا في الأرض التجارب مختلفة يعني ما نقدر نعمم ما نقدر نقول كلنا أسقط ما أو كلنا باختيار بالنسبة لي أشارككي لأنت شاركتين التجربة أنا ماذا حدث لي أنا من كائنات الاندروميدان لدراكوني أسقطوني في حروب كونية أوكي أسروني لدراكوني وبعدها من حياة الحياة لعبوا بالروح بالجينات تلوثات من جسم الجسم من حياة الحياة إلى عن آخر حياة هذه اللي بدأنا نكتشف يعني حقيقتنا فأنا بالنسبة إيلية أنا لكي أناقش معاك هذا الموضوع المهم جدا أنا أسقطت أنا أسقطت الآن نأتي إلى مسألة طيب هل هناك شخص اختار أن ممكن يرجع إلى الأرض الجواب الجواب هذا يعتمد على الشخص ذاته يعني يجب أن نسمع القصة يجب أن نفهم وضعية الشخص يجب أن نفهم ظروف الشخص يجب أن نعرف أكثر وعي الشخص حنبدأ الآن نناقش مسألة الاختيار أو مش الاختيار هذا الموضوع عميق جدا نحن عندنا عندنا كلنا الاندروميدن الاندراكونين الانسان عندنا قوة إننا نختار وقوة إننا نعيش ما نراه انتبهوا نعيش ما نراه صحيح كل الكائنات الكونية الآن الدراكونين يعيشون بوعي الدراكونين نركزان الدراكونين يعيشون بوعي أنهم الأفهم وهم يسيطرون على الكون وهم القادة وهم الحكمة فمن هذا الوعي يسموه وعي التسلطية هم بدأوا مهاجمة كواكب الاستلاع على الكواكب تخريبها فبدأوا بالاندروميدن بكواكب الاندروميدن حدثت حروب ما بين الاندروميدن وما بين الدراكونين وبعدها نحن أقصد توزعنا من تلك الحروب الآن نسأل الآن من هنا نبدأ الاندروميدن هم الآن مخيرين مجبورين أو مش مجبورين هم يعيشون في كواكبهم بأمان وجدوا فجأة كواكبهم تعربت لماذا؟ تعربت لهجوم لدراكونين أنت كيف تحسبها هنا؟ نبدأ من هنا هي هاي المناقشة احسبها كيف تحسبها؟ المهاجم دراكونين المهاجم يقول لك أنا الفاهم وأنا السلطة عندي وأنا الأقوى ويجب أن تخضعوا لي ها؟ الآن الموضوع ندخل فيه ببطء هذا الشخص أو هذا الكائن يجب عليه أن يدفع انتبهوا كلمة ماذا؟ يدفع ماذا؟ يدفع ما يعطي يدفع ما يعطي ما يعمل فهو لدراكونين يتحمل ما ارتكبه يتحمل ماذا؟ ما ارتكبه يعني عندما نقول لدراكونين يسيطرون مش معنى أنه هو منتصر وناجح لدراكونين قسم منهم أحس بخطائه قسم منهم ترك الخطأ يعني مشكلة لدراكونين سلبيا قسم من الدراكونين غير مساره قسم من الدراكونين كان سلبي أصبح إيجابي تمام؟ الآن معايا أنتم بهذه الوضعية هو كل الكون فيه الاختيار أنت عاوز تعيش محبة أنت عاوز تسيطر أنت عاوز تفبرك أنت عاوز تساعد الناس أنت عاوز تصبح فنان أي هو هذا الكون فقسم لم يفهموا لم يفهموا لحظوا لم يفهموا الحرية جيدا فعملوا الذي عملوه عملوا الذي عملوه ويدفعون انتبهوا يجب أن يدفعون يجب 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 أن يدفع ليه يجب أن يدفع لأن الكون دائما يجب أن يرجع الكون يجب أن يرجع نفسه للتوازية ومن أجل أن الكون يرجع نفسه إلى التوازية الانسيابية الهارمونية فالكائنات السلبية يجب أن تنزح ما تستطيع هذا قانون أبدي يعني الذي يعمل سلبية هو الخسران بإرادته أنت الان كيف تحسبها بالنسبة لك هل أنت أسقطت أم باختيارك فهو الأمر هذا لا أسقاط ولا اختيار ما نقدر هيك نقول أسقاط واختيار لا الكون ما يمشي هيكي وأنا سئلت أعتقد ما بعرف أعتقد مسجلها مش مسجلة لا اختيار ولا أسقاط لا تأخذها بهذه النظرة لا ما تحسبها هيكي أبداً لا تحسبها هيكي أبداً تأخذها بنظرة أنك تتعلم فقط لا تأخذها أسقطت ومش أسقطت أتيت بنفسي ما أتيت بنفسي الآن أنت تعرف الأمور أبدأ صحة أبدأ أتعرف أكثر أبدأ بارك أبدأ أمتلئ بالمحبة فالأمر يخص الأمر هذا اللي إحنا نحكي فيه يخص حقيقة حول مدى تطوير وعينا مش إنه أها أنا أسقطت والآخر أختار لا ما تمشي هيكي الكل لا هو مختار ولا هو أسقط الكل الكل ناتج من وعي ما هو يعتقد به أها لاحظوا فإذا هو يتجاوز لدراكون ينتجاوز هو يضر نفسه هكذا هو هيكي الكون تقريبا يعني نحاول له جزيلا أن نغطي هذا الموضوع فأريد أن يعني الجواب ما فيه مش لا أسقط ولا أختيار في الكون أي هذا الذي أنا أقوله أوكي شكرا للتوضيح حساب أي عزيزتي أي لأنه لأنتي أرجع ممكن يعني أنت كيف ما تقدرين تحسبيه إطلاقا على على نظرية أنه أسقطونا أو باختيار لا لأن يجب أن نرجع للأول وللأول للأول أرجعي إلى الأول أرجعي إلى الأول ما تقدرين تجدين كل واحد حربي اللي يعتقد به هيكي يعني وإذا هو تجاوز هو حيدفع أي فأنتي الآن أنت أو أنا أنت الآن وأنا يعني كل هذه المراحل وكل هذه التجارب حياة من حياة حياة من حياة كلها ممكن كلها تعلم كلها تعلم 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 ممكن هيك تكون يعني حقيقة وممكن لدراكونيا أيضا كلها تعلم ممكن الآن اكتشفوا أنهم أخطوا وحتى الاندروميدا يكتشفون أنه الكون كله تعلمي بهذه الوضعية فما علينا إلا أن نسامح أي هو هذا والمحبة وأن نبارك لدراكونيا الأوناناكي نبارك الأكوان هذه أنا أقول لك أقول لكم أهم شيء حقيقة بوضعنا هذا الآن